زب حليم رغم ان احنا دعواتنا امنياتنا كلها بالخير والسعادة لكن الاوضاع لا تبشر بالخير والسعادة خصوصا على مستوى الحرب احنا بندخل في الشهر الرابع دلوقتي النهاردة اول يوم في الشهر الرابع ولا جديدة يذكر ولا قديم يعاد اسرائيل مستمرة في عدوانها وفي تنكرها لكل الدعوات والضغوط والعالم مستمر كمان في عجزه وصمته حدرك توقعت قلت ان اسرائيل مش هتسمع كلام حد وان اسرائيل ماضية حتى تقرر هي ان تتوقف صحيح يعني طبعا كما قلت لا جديد يقال ولا قديم يعاد فيما خص العدوان الاسرائيلي وحرب الابادة الجماعية الجارية من قبلها ومن قبل رعيتها امريكا في غزة ايضا ربما هناك جديد يقال دائما عن عنصرين ثابتين ايضا في الصورة هما الصمود الاسطوري للشعب الفلسطيني خاصة في غزة والقتال المزهل الذي تبديه فصائل المقاومة الفلسطينية في الحرب هذه اطول حرب عربية اسرائيلية متصلة ايامها دبعا هذا غير حرب الاستنزاف حرب الاستنزاف لم تكن فيها التحام للقوات ايضا جرت عبر قناة السويس ايضا جرت في ايام متقطعة عبر الف يوم صح فانا بكلم عن اطول حرب بمتصلة ايامها ومتصلة حوادثها ومتصلة عنفها ده صحيح كون ان الطرف الاخر يبقى جماعات مقاومة فلسطينية هذا شيء مذهل لاول واحد ما يجري الان ببساطة عبرت عنه امريكا وعبرت عنه الدوائر الاسرائيلية ايضا انت تعرف هذه الملاسانة التي جرت يوم الخميس الماضي في اجتماع مشترك لمجلس الوزراء ولمجلس الحرب بول عكبينة الحرب ده وانه وزراء نتانياهو ارادوا ان يشنوا حملة على هيرتزي هليفي رئيس الاركان الذي كان حاضرا ومنطوق هذه الحملة بصرف النظر عن نواياها انه الجيش الاسرائيلي لم يحقق شيئا في غزة لا هو قضى على حماس ولا هو وصل الى كامل خريطة الانفاق ولا هو ولا هو لا ولا حرر الاسرة ولا حرر الاسرة ولا عمل اي حاجة قبلها بايام كان جون كيربي مناصق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الابيض والناطق ايضا باسم مجلس الامن القومي الامريكي قد قال نصا ان حماس بعد كل هذه الشهور من الحرب لا تزال لديها قدرات كبيرة جدا واننا يقصد امريكا مشتعدون لتقبل وجود حماس او لتقبل حقيقة ان حماس سيستصل وجودها في غزة ايضا النقاش اه لا يعني دي لقطة المهمة يوز حليم ان دلوقتي المتغير اللي بقى في القناعة الغربية لان الكلام في اول الحرب انه ما بعد الحرب لا وجود لحماس اه لا لان نتحدث عن انه لا ربما حماس يستمر ويتواصل وجودها بشكل ما لا هو قال قبلها بالنص ان حماس وفكرة حماس يقصد فكرة المقاومة لا يمكن القضاء عليه اصلا يعني من الاصل والامريكان افرطوا في بزل نصائحهم للاسرائيليين في مجلس الحرب من خلال وزير الدفاع ووزير الخارجية ومن خلال الرئيس الامريكي جو بايدن نفسه اه مقدموا ما يسمونه خبرتهم في حرب الموصل وفي 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 الفلوجة وفي اخره وكل هذا لا قياس عليه وايضا قدموا ما يتصورونه خبرتهم في وقع الدخول اسرائيل غزوها الى لبنان وطرد قوات منظمة التحرير من الاراضي اللبنانية في حرب 1982 كل هذا غير قابل للقياس عليه لان الفلسطينيين في لبنان كانوا مقيمون في ارض هي ليست وطنهم وده هذا عنصر جوهاري ومهم اثنين ان التطور الذي جرى في مجرس صراع العربي الاسرائيلي المسلح بين قوساين جرف ذلك كله لانه نشأت مع حزب الله ثم امتد ذلك الى الخرائط الفلسطينية مقاومة من نوع مختلف غير المقاومة التي كانت رغم كامل التقدير لها مقاومة او سيرة حركة فتح مقاومة قامت على اعلى قيمة انسانية لا يقيمت الاستشهاد في مقابل اعلى قيمة تكنولوجية جرى هذا التناطح اولا كلنا يذكر ما يسمى العمليات الاستشهادية وكيف كان اثرها ثم تطورت هذه المقاومة من نوع مختلف لكي تثبت ان بوسع القيمة الانسانية العليا ان تكتسب قيمة تطورت هذه المقاومة من نوع مختلف لكي تثبت ان تكتسب قيمة الانسانة بيدي عمليات الاغتيال عمليات الاغتيال ليست جديدة عمليات الاغتيال نحن نعرف مثلا ان يهود باراك وقد كان رئيسا لوزراء اسرائيل ووزينا للدفاع من قبل ومن بعد ثم رئيسا لاركان جيش الاحتلال الاسرائيلي يهود باراك ايضا كان نجما بارزا في عمليات اغتيال القادر الفلسطينيين قد لو نتذكر انه قبل حرب 1973 بشهور كان لأهود باراك دور في عملية اسمها عملية الفردان في بيروت في عملية الفردان ارتد زي امرأة ودخل الى مخادع القادر الفلسطينيين المشتهدفين والذين جرى اغتيالهم في النهاية اللي هو ابو يوسف النجار وكمال عدوان وكمال ناصر وقبل ذلك وبعده وصولا الاغتيال ابو جهاد وابو اياد وسبما اغتيال ياسر عرفات نفسه في المقاطعة بالسم فهنا فكرة اغتيال القادة في هذا النوع الجديد المقاومة من نوع مختلف لا تؤدي الى شيء لا نقول ذلك عنادا او استطراضا في ضحط لكن نقول ذلك على اساس حديد واحد ان هذه الحركات لا تعتمد على قادتها كل هذا الاعتماد اشخاص اتنين انه حين يختفى الاشخاص طبيعي التنظيم هذه الحركات ان يكون لديها بدائل خمسة بدائل على الاقل صحيح لمن اغتيل وهذا ما جرى في حالة اغتيال الشهيد صالح العروري في الضحية الجنوبية بيروت في مكتب حمار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة